موسيقى حياكم الله نبدأ مع خبر نشمي حيث تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المركز الحادي والثمانين وفق التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وجاء احتلال المنتخب لهذا المركز بعد أن جمع 420 نقطة لتقدم مركزين عن التصنيف السابق الذي احتله الشهر الماضي وعربيا ما تزال الجزائر الأولى في المركز الثامن والثلاثين لكنها تراجعت ثلاثة مراكز وتقدمت على ليبيا ومصر وعلى الصعيد العالمي احتفظت إسبانيا بطلة العالم وأوروبا بالصدارة أمام ألمانيا التي أصبح الثانية والأوروغوي ثالثة على حساب المنتخب الهولندي الذي تراجع للمركز الرابح وتخلى الفيصلي عن صدارته لفرق المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الأسوية لكرة القدم عندما خرج بنتيجة التعادل أمام ضيفه فريق القادسي الكويتي بهدف واحد لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أستاذ عمان الدولي في إطار جولة الرابعة من مرحلة ألئية القادسي افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه بدر لمطوع من ركل الجزاء في الدقيقة الثالثة والسبعين فيما أدرك أحمد هايل هدف التعادل الفيصلي في الدقيقة الثامنة والسبعين وبهذه النتيجة تراجع الفيصلي إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط في الوقت الذي تصدر فريق السويق العماني فرق المجموعة برصيد سبع نقاط مستفيدا من الفوز الذي حققه على فريق الاتحاد السوري بهدفين نظيفين بينما رفع القادسي الكويتي رصيده إلى أربع نقاط وهو نفس رصيد فريق الاتحاد السوري وسحبت قرعة النسخة الثانية من كأس العرب للشباب والتي يستضيفها الأردن خلال الفترة من الرابع حتى الخامس عشر من تموز القادم بمشاركة 12 منتخبا عربيا وهاتت القرعة بحضور سعيد جمعان الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وأحمد اغتيشات مدير البطولة ومدراء المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وشارك فيها نجوم المنتخب الوطني الأول في سحب القرعة ووفقا لنظام البطولة فتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات حيث ترأس الأردن المجموعة الأولى والجزائر على المجموعة الثانية وللمغرب حامل اللقب المجموعة الثالثة وتقام المباريات في كل المجموعة وفق نظام الدور المجزأ من مرحلة واحدة ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثاني لكل المجموعات إلى الدور قبل النهائي وإليكم بعد هذه المشاهد نتائج القرعة ترجمة نانسي قنقر وتأهل ملاكم المنتخب الوطني إيهاب درويش اليوم إلى أولمبياد لندن رغم خسارته أمام بطل الهند سوميت سينجوان في اللقاء الحاسم بينهما أمس على بطاقة تأهل لأولمبياد لندن في وزن 81 كيلو جرام جاء ذلك خلال منافسات محطة التأهيل الثانية المقامة حاليا في العاصمة الكازغستانية السانة بمشاركة منتخبات 21 دولة أسيوية تأهل درويش بعد نجاح الملاكم الهندي بالضفر في الميدالية الذهبية في مباراتها أمام بطل تاجكستان وحصوله على المركز الثالث وتصدر فريق العلوم التطبيقية ترتيب فرق دوري أندية الدرجة الممتازة لكورتسلا بعد أن حقق فوزا مستحقا على كفريوبا ب 96 نقطة لـ 81 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحل الذهاب الدور الثاني المربع الذهبي ليرفع التطبيقية رصيده إلى خمس نقاط بعد أن كان خسر لقاءاته الثلاثة الأخيرة أمام كفريوبا فيما أصبح لكفريوبا أربع نقاط والتقى الأرثدوكسي مع الرياضي أراميكس وتمكن من اجتياز الرياضي بـ 75 نقطة مقابل 67 يناقش اتحاد التايكواندو في الاجتماع الذي يعقده اليوم نتائج مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في بطولة العالم التي اختتمت مؤخرا في مدينة شرم الشيخ المصرية والتي نال فيها المنتخب الوطني المركز السادس حيث نال كل من أحمد أبو غوش الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كيلو جرام ومعتصم أبو زيد فضية وزن تحت 48 كيلو جرام وزيد أبو زيد برونزية وزن تحت 68 كيلو جرام ومن المنتظر أن يشكل الاتحاد الوفد المشارك في البطولة الأسيوية المقرر إقامتها في فيتنام والتي سيشارك فيها الأردن في المنتخب الوطني الأول للرجال والآنسات ومنتخب الناشئين للجلسين والمنتخب الوطني للبومسي وحلق الكرمل في صدارة الفرق مع ختام الجولة التاسعة من الدور الممتاز في الكرة الطائرة عقب فوز كبير حققه على ضيفه البقعة بثلاثة أشواط للصفر في المباراة التي جرت في قاعة الحسن في إربد وطوى فريق وادي موسى صفحة نظيره المحطة بالفوز عليه بثلاثة أشواط للشوط في المباراة التي جرت في قاعة قصر رياضة في مدينة الحسين للشباب وفي المباراة التي سبقتها تخطى فريق العودة نظيره عيرة بالفوز عليه بثلاثة أشواط للشوط وفي قاعة الشيخ حسين في المشارع حقق فريق الكريم فوزه الأول بتغلبه على ضيفه شباب مرصع بصعوبة وبثلاثة أشواط مقابل شوطين هيستعد اتحاد الفروسية الملكي الأردني لتنظيم الجولة الرابعة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز حيث تبدأ منافسات الجولة يوم الـ 21 من نيسان إبريل الحالي على ميدان مركز عمان للفروسية في مدينة الحسين للشباب وتشارك في البطولة النخبة فرسان المملكة من الجنسين وتكتسب البطولة أهميتها من كون نتائجها تمثل القاعدة الرئيسية لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تشارك سنويا في البطولات الدولية لفروسية القفز سواء التي يستضيفها الأردن أو تلك التي تقام في العديد من الدول العربية وأبرزها السعودية والإمارات ومصر وقطر ويلتقي عند السابع مساء اليوم المنتخب النسوي لكورت القدم نظيره إيراني على صالة خليفة الرياضية في السراع على لقب بطولة اتحاد غرب أسيا الثانية للخماسي التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة سبعة منتخبات وكان المنتخب النسوي تهل المباراة النهائية بعد فوزه الليلة قبل الماضية على نظيره البحريني بأربعة أهداف لهدف في الدور قبل النهائي وجاء تأهل المنتخب الإيراني حامل اللقب للمشهد القتامي بعد تغلبه على لبنان بفارق الركلات الترجيحية وتعد المباراة نهائية بين المنتخب النسوي وإيران تكرارا لنهاء النسخة الأولى من البطولة التي جرت في الأردن وانتهت بفوز إيراني ترجمة نانسي قنقر